بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوعين أهم من بعض أولهم الشهادات الجديدة الكتير اللي سمعنا عنها في الأيام الماضية وخصوصا النهاردة سمعنا من أكتر من ثلاث بنوك عن شهادات جديدة أنا هقول لحضراتكم دلوقتي على مميزاتها وعيوبها ومواصفات الشهادات ولكن في موضوع تاني من أهم ما يكون كلنا سمعنا الخبر النهاردة وكمان أنا سمعت بصراحة أنه ده موجود على الصفحة الرسمية لأحد البنكين الأهلي أو مصر أنه هيتم إيقاف شهادات الستاشر الـ 22% والتسعتاشر في البنك الأهلي وبنك مصر بنك القاهرة ما أعلنش ده وأنه هيتم إيقاف الشهادات قبل عيد الفطر وهنرجع تاني للستاشر في المية للي ما جددش أنا هقول لحضراتكم مدى صحة الخبر دلوقتي ولكن تعالوا نتكلم في الشهادات طبعا بداية كده للي مش عارف ايه هي الشهادات اللي بنتكلم عنها هيا شهادات البنك الأهلي وبنك مصر اللي هي 22% لمدة 3 سنوات ودي شهادات مش موجودة غير في البنك الأهلي وبنك مصر ولكن النهاردة ومبارح بقت موجودة فيه بنك القاهرة وده السؤال الأول معنا أنا في فين تميز أو فين المختلف في شهادات البنك الأهلي وبنك مصر يعني أنا ينفع اسحب فلوسي وروح البنك الأهلي وبنك مصر أولا لحضراتكم لو مقرر حضرتك انه وتعمل الشهادة اللي هي النوع ده سواء المتنقصة لـ 28-18-16 ولا حتى 19% ليه حضرتك تسحب الفلوس وتروح بنك القاهرة هتقول لي عشان قاطر الزحمة هقول لي حضرتك أنت هتاخد يوم هنا ويوم هنا بس في ملحوظة وتركية صغيرة كده لازم حضرتك تكون عارفها بالفعل بقى عندنا بنك القاهرة وفيه ناس بتقول أنه هتكمل هو هيكمل شوية بعد البنك الأهلي وبنك مصر هقول لي حضرتك أول حاجة بنك القاهرة بالفعل عمل الشهادين الشهادة الأولى لـ 28-18-16 على 3 سنوات والتانية 19% بس فيه هنا حاجة البنك الأهلي وبنك مصر عامل لحد الأدنى للشهادين سواء النوع ده أو النوع ده في البنكين لحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفتها عندنا في بنك القاهرة لحد الأدنى 10,000 جنيه ومضاعفتها خلي بالك يا جماعة قبل ما تفكر أنه تسحب فلوسك من مكانه وتروح لبنك تاني أو مكان تاني لازم تسمع فيديو 2 و 3 معلومة صغيرة زي دي ممكن تدوق حضرتك وتلففك ما بين البنك ده والبنك ده أنت أخدت فلوسك ورحت بفلوسك من هنا لهنا وطبعا الدنيا مش أمان دلوقتي وده طبعا مش قرار صح خالص يبقى حضرتك لازم تكون عارفة المعلومة دي بنك القاهرة الحد الأدنى للشهادات قال 10,000 جنيه ومضاعفتها طيب في عندنا هنا بقى النهاردة هنخلي موضوع إيقاف الشهادات ده للآخر ونتكلم مع حضرتك دلوقتي في موضوع الشهادات الشهادات اللي معنا النهاردة شهادات موجودة من بنوك إسلامية وبنك عادي مصر في أبو زبي الإسلامي وده بنك إسلامي هتقول لي يعني إسلامي وهي هي البنوك اللي هي العادية بنوك كفرة هقول له حضرتك لأ طبعا خالص لكن البنك الإسلامي بيعمل طبقا للشريعة الإسلامية في تعاملاته لاستثماراته مش أكتر من كده وكمان حضرتك بتكسر لما تكون بتكسر الشهادة بيكون جدوى الاسترداد رحيم شوية بالعملاء طيب عمل إيه النهاردة عمل سقوك إسلامية أو شهادات هما بيسموها سق إسلامي بعائد 17.4% وكمان حضرتك هنا بقى في ميزة واحدة مبارح ما تنسوش أنا قلت لحضرتك على شهادات موجودة أو حساب التوفير اللي موجود وحضرتك بتاخد منه 10.000 جنيه دي في صورة وصيق التأمين النهاردة البنك ده عمل لنا برضو أبشا حلو ومش وحش إنه هتاخد حضرتك 10% من قيمة الأرباح مقدما يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك اشتريت شهادات أو سقوك بقيمة 100.000 جنيه مثلا الأرباح اللي موجودة لحضرتك 17.250 جنيه حضرتك هتاخد منهم 10.000 جنيه مقدما زي يؤذون الخزانة والباقي الباقي هينزل لحضرتك شهريا في الحساب والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه هل ده ممكن ينفع لكل الناس أو الميزة دي ممكن تكون كويسة لكل الناس هقول لحضرتك لا الميزة دي كويسة للناس بس اللي حابة تعمل شهادات ومش عاجبها العائد دلوقتي وكمان كانت تتمنى أنها تشتري دهب بس هي بتحب استصمارها يكون في البنك في صورة شهادة مش بيحتاج العائد كله فهقول لحضرتك آه 300.000 400.000 500.000 فممكن حضرتك تحطهم والعائد تاخدوه تروح تشتري بيه دهب فورا حلقة الدهب اللي فاتت يا جماعة شوفوها مهمة جدا 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 أي حد بيحب يستثمر في الدهب وحابب يستثمر في الدهب ما تشغلش بالك باللي سمعته في الفترة اللي فاتت وشوف الحلقة اللي فاتت هتستفيد جدا 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 وهتعرف هل هي الشهادة أفضل أم الدهب أفضل ده كده بالنسبة للبنك الأول معنا وعلى فكرة البنك لما بيعمل ميزة زي دي العملاء وبيكون بهدف إنه يقدم ميزة يحافظ بها على يعني على طرجة العملاء اللي موجود بتاعه ومش بيكون هدفه حضرتك أو أنت تجيله من بنك تاني أو من حد مرة بره البنك البنك التاني معنا كمان بنك البركة وطبعا غاني عن التعريف بنك من الناس المحترمة جدا اللي تحب تتعاملوا معهم فيه ناس آلت كتير جدا أنا شوفت ناس كتير جدا بتقول إنه لها تجارب مش كويسة مع بنك البركة بس برضو أنا سمعت ناس كتيرة جدا بتقول إنه لها تجارب كبيرة حلوة جدا مع بنك البركة وكمان إحنا عارفين فيه ناس مش بتحب تتعامل غير مع البنوك الإسلامية عمل معنا النهارة الشهادة لمدة 3 سنوات الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مضاعفاتها ولعائد 19% شهري هتقول لي يفرق إيه عن البنك الأهلي هقول لحضرتك زي ما قلت لك كده فيه ناس كتير جدا بصراحة بتحب تتعامل مع البنوك الإسلامية أيا كان اسم البنك هو بيحب التعامل الإسلامي بعد كده معنا البنك العربي البنك العربي الدولي عمل شهادات 19% عائد شهري والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مضاعفاتها وده بالزبط زي البنك الأهلي وبنك مصر فيه هنا حاجة حاب أقولها لحضرتكو البنوك الإسلامية بصراحة في استثماراتها بتقدم مصلحة العميل شوية على مصلحة البنك ولو يعني بقيمة صغيرة وكمان التميز بصراحة لما حضرتك بتيجي تكسر الشهادة طيب الحاجة التانية هنا هل فعلا الشهادات 19% وال22% هيتم إيقافها قبل العيد إحنا سمعنا إنه هيتم إيقافها قبل عيد الفطر المبارك أقول لحضرتك بأنت كده مش قدامك غير مثلا 14 يوم أول حاجة أقول لحضرتك هو ممكن يكون البنك بيطلق إشاعة زي دي عشان قاطر حضرتك تتعجل في إنه تعمل الشهادة يعني من باب إنه تلحق الفرصة تاني حاجة عايزة أقول لحضرتك هي مش فرصة عشان تجري عليها وتلحقها تالت حاجة أقول لحضرتك إنه في بنوك كتيرة جدا جدا بإنه مقدمين لحضرتكو حوالي عشر بنوك ولسه معنا بنوك تانية بتعمل مميزات أفضل كمان من الشهادات اللي قلنا لحضرتكو النهاردة عليها دي وأفضل من البنك الأهلي وبنك مصر وفيه الناس بتقدم أوفارات زي العشر تلاف دي مقدما والعشر في المية من قيمة الأرباح وحاجات تانية كتيرة جدا جي الشهادات دي كلها لسه بدأ فما تقلقوش خالص حتى لو الشهادات دي خلصت ما فيش مشكلة عندنا فرص الاستثمار كتيرة جدا 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 زايد إنه هي مش فرصة إنه هاجر عليها فأجر بسرعة أنا بقول لحضرتكو ما تستعجلوش في عمل أي شهادة وكمان ما تنسوش أنا قلت لحضرتكو جدوى الاسترداد بقى شيء تاني خالص شوفوا الحلقة بتاعت جدوى الاسترداد اللي هي دي دي صورتها إنه حضرتك هتخسر بقيمة كبيرة جدا 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 لازم تشوفوا الحلقة دي لإنه حضرتك لو شفت الحلقة دي ما شفتش الحلقة دي ممكن توعف فخ كسر الشهادة ودي مشكلة كبيرة جدا عشان كده بنقول تمهلوا أصبروا خلوا نفسكوا طويل شوية استبنوا شوية هتقولوني أنا محتاج العائد من أول الشهر اللي جاي هقول لحضرتك ممكن يعني تتصرف في العائد الشهري بتاع الشهري ده بس لحد ما الدنيا تبان قدامنا والرؤية تبان بنسمع أخبار كتيرة جدا بنسمع حاجات كتيرة جدا مش عارفين اللي جاي مش عارفين الشهادات دي يعني إحنا بنسمع إنه حققت طرق حلو بنسمع إنه حققتش طرق خالص وبنسمع إنه فيه ناس بتسحب فلوسها وبنسمع إنه فيه ناس كتير عملت شهادات منها الأيام اللي جاية هي اللي هتبيننا كل ده ممكن نشوف شهادات أعلى وممكن نشوف شهادات أفضل ممكن نشوف تغيير السعر الفايدة ممكن نشوف الرفع السعر الفايدة ممكن نشوف تحريك في أسعار فايدة الشهادات دي وممكن نشوف بيها إلغاء وبعد الإلغاء نشوف شهادات أفضل وممكن بالفعل تنتهي والبنوك التانية تكمل زي بنك الكاهرة وبنوك تانية كل ده هيبين في الأيام القادمة أما صحة الكلام بصراحة مش عادرين نوصل لأنه هو صحة الكلام إيه بالضبط بس إحنا هنحاول نتأكد في الأيام القادمة من البنك نفسه هل دي حقيقة ولا مش حقيقة ولو إنه ممكن يكون البنك هيقول لحضرتك كده علشان خاطر تتعجل في عمل الشهادة أنا كل اللي عايز أقول لحضرتكو إنت هتتعجل وتجري ليه هي مش فرصة ما تقلقش فيه بنوك تانية كتيرة جدا عاملة نفس الشهادات وبنفس العائد بالضبط وبنفس الطريقة وبنفس الشكل لشهادات كتير قلنا لحضرتكو عليها ويمكن فيه شهادات أفضل كمان وبعد ده كله ما تقلقش إحنا معنا أزون الخزانة بتغطي السعر ده أو العائد ده بأكتر بشوية كمان أتمنى كده تكون الفكرة واضحة للنسبة لحضرتكو كل ما بنسمع حاجة ولو بسيطة بتدور في السوق المصرفي بنحب نطمن حضرتكو ونقول لكو إيه هي القصة بالضبط وللي مش محتاج العائد ومش هيعمل شهادة اوعى تنسى شوف حلقات الدهب الموضوع مهم جدا جدا والفايدة فيه والمكسب هيكون حوالي 300% وكمان حضرتك تقدر تعمل شهادة وتاخد العائد من الشهادة تحوله في صور الدهب وبكده هتبقى كسبت بنسبة 150% أتمنى كده تكون الفكرة واضحة بالنسبة لحضرتكو ما تنسوش الأول الفيديو عم أعجبكو ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو أشوفكم فيديو جديد وخبر جديد فأمان الله